تتوالى الأحداث سريعا في تاز وسريعا تتغير الخارطة التي تضيق حول ميليشيا الحوثي والمخلوع فتظهر سيطرتها بقعا متفرقة في النواحي والاتجاهات بينما يتمكن الجيش والمقاومة من مد سيطرة شبه متكاملة على الجهة الغربية للمدينة ومحاولة اختراق باقي الجهات الثلاث تسير الرؤوس تحت سماء تاز فيحملها الحماس على فرص الخلاص من القتلة الممسكين بجهات المدينة ومنافذها او تصير في لجة القلق كلما تسربت من ثقوب المدينة نصاصة قناص او انفجر لغم ارضي حالة يبدو انها ستؤرق المدنيين والعسكريين معا اذا ما انجزت المعركة اهدافها قريبا في تفاصيل الخارطة العسكرية داخل المدينة تتركز بؤرة المواجهات في منطقة الربيعي وحذران وهي المناطق الواقعة في الجبهة الغربية التي تمكن الجيش والمقاومات من السيطرات على مساحة كبيرة منها وفك حصار المنفذ الغربي لها اما الجبهات الثلاث فلا تزال تشهد معارك كر وفر تتخللها غارات لطائرات التحالف بالمقابل تستمر الميليشيا في قصف الاحياء السكنية فتمطرها بالقبائف يحيل ذلك الى هوس الانقلابيين في الانتقام ففي حالة تعز بالذات تأخذ رمزية انتجاه مدينة لها في ذاكرة المخلوع جرح غائر وضع المشتعل ايضا في ريف المحافظة الجنوبي والغربي منها وبالتحديد حيفان والصل ومقبنة والوازعية لا معارك محسومة كليا حتى الان غير ان المقاومة تحرز تقدما كبيرا في جميع الجبهات لعلها الحقيقة الوحيدة في مسار القتال وقد لا يكون الخلل في بطء العملية العسكرية بقدر ما هو ضعف الامكانات وبطء اصول التعزيزات العسكرية المفترضة للجيش والمقاومة بيد ان الحقيقة المدعمة بالوقع تفيد بان ميليشيا الحثي والمخلوع احصارت في مرحلة متقدمة من الضعف سيشتد ذلك اكثر مع قطع خطوط الامدادات لها تعز التي خسرت الكثير من ابنائها وعمرانها لا تزال تقاوم انهكتها الحرب لكن الرؤوس لم ولن تنحني ترجمة نانسي قنقر